رصاص الاحتلال لا يفرق بين الفلسطينيين ويستهدفهم أينما وجدوا فبالأمس أعدمت شرطته الشهيد إياد حلاق من ذوي الإعاقة في القدس بعد ساعة من إطلاق جنوده الرصاصة صوب الشاب أحمد التميم المصاب بمتلازم الدون في بلدة النبي صالح شبال غربي رامالله كاميرا رؤية التقت بالشاب أحمد خلال خضوعه للعلاج في المستشفى وعادت بالتقرير التالي بالأمس اغتالت رصاصة أطلقها شرطي محتل في باحات المسجد الأقصى اغتالت براءة الشاب إياد الحلاق من ذوي الإعاقة تلك الجريمة لم تكن الأولى التي تثبت عنصرية الاحتلال أحمد أيضا شاب من ذوي متلازمة دون أصيب برصاصة غادرة لجندي محتل الجمعة الماضي في بلدة النبي صالح شمال غرب رامالله خلال مواجهات اندلعت عقب استشهاد الشاب فادي قعد على الشارع الرئيس الموصل للقرية شهيد وجريح يشهدون على عنصرية الكيان الذي يدعي الديمقراطية لم تمنع براءة أحمد الجندي من استهدافه بعد إصابته والألم الذي يشعر به يعتري الخوف قلب أحمد من أن تقوم قوات الاحتلال باعتقاله بحجة أنه كان يلقي الحجارة صوبهم يعني أدخوني أنا!, أنا أمروا بصني أنا 我بصني أنت و observأتك لكن كنت تضرب حتى عاantom من gosh MIN much ماذا كنت تعمل؟ أنا بدأت الخ أن شاب لجاعة كنت حابت كنت شاب يدياً بشبيه , على المواجهات اه ويش بتضطط ايش صار معك وين تصابت كيف تصابت بجنت انت بالي انت بالي انت بالي هي جنب الزتوني اه كنت واقف و بربع عليك رصاص وين اجت الارصاصة بجرة اه انا عيتي كنت موجوع ترجعت اه ليش خائف انت ليش خائف انت ما اتعوني خائف يجو عد قلب الجيش تقول العائلة بان احمد اصيب بكسر في كاحل قدمه الايمن نتيجة الرصاصة الشاب المحبوب بين اهل قريته يخضع للعلاج حاليا في المستشفى الاستشاري قرب مدينة رام الله يقضي يومه يمارس العاب الفيديو بصحبة شقيقه وسام ويود العودة الى المنزل في اسرع وقت احمد ما كانش يضرب حجار وكان يعني طلع الجيش وهو مبين انه معه مرض متلازم الدون طخ يعني في رجله وادى له كسر في الكاحل عنده وجبناه للمستشفى احمد المصاب بمتلازمة الحب هذه البراءة لم تمنع جنود الاحتلال من استهدافه برصاصة في القدم ما جرى مع احمد هو ما جرى تماما بالامس في مدينة القدس المحتلة عندما اعدم افراد شرطة الاحتلال الشهيد ياد وهو من ذوي الاعاقة بدم بارد من مدينة رمال المحتلة حافظ ابو صبرى رؤيا اشتركوا في القناة